اشتركوا في القناة الكتاب الممتع في شرح الاجرومية وهو كتاب حقا ممتع وتكلمنا في الدروس الماضية عن أنواع الكلام وأجزاء الكلام وعلامات الاسم وعلامات الفعل وعلامات الحرف ثم تكلمنا على الإعراب والبناء وأنواع الإعراب من رفع ونصب وجر وجزب وتكلمنا كذلك على الفرق بين المفرد والمثنى والجمع وتكلمنا على علامات الإعراب علامات الإعراب والإعراب بالحركات وعلامات الإعراب للإسم المفرد وجمع التكسير وجمع المؤنث فعل المضارع تكلمنا عن هذه الأشياء وتكلمنا عن الأسماء الخمسة والأفعال الخمسة ودخلنا في باب الأفعال وبدأنا فعلا في باب الأفعال وتكلمنا عن الفعل الماضي ووقفنا عند فعل الأمر قال المصنف والأمر مجزوم أبدا نحن قلنا قبل ذلك أن الفعل المضارع الأصل فيه الإعراب الفعل المضارع الأصل فيه الإعراب وقد يبنى وقلنا أن الفعل المضارع يبنى في حالتين إذا اتصلت به نون النسوة أو نون التوكيد الثقيلة أو الخفيفة المباشرة وقلنا أن الفعل الماضي كذلك كما تكلمنا في المرة السابقة أن الفعل الماضي كذلك مبني أبدا الفعل الماضي مبني أبدا وقلنا حالات الفعل الماضي أنه يبنى على الضم أو يبنى على السكون أو يبنى على الفتح وقلنا أنه يبنى على الضم إذا اتصلت به واو الجماعة ويبنى على الضم إذا اتصل به واو الجماعة ويبنى على السكون إذا اتصلت به ضمائر الرفع المتحركة تاء الفاعل ونون النسوة وناء الفاعلين وقلنا أشكال تاء الفاعل تا تو تي تما تم تن وقلنا أنه فيما عدا ذلك يبنى الفعل الماضي على الفتح فيما عدا ذلك يبنى الفعل الماضي على الفتح هنا سنقول قال المصنف والأمر مجزوم أبدا كذلك الفعل الأمر سوف نعرف ما معنى مجزوم أبدا فعل الأمر دائما مبني دائما مبني والأصل في البناء أنه يكون مبنيا على السكون هذا هو الأصل طيب له أربع حالات فعل الأمر له أربع حالات على حسب الضمير الذي يتصل به فإما يبنى على السكون أو يبنى على حذف حرف العلة أو يبنى على حذف النون أو يبنى على الفتح إذن يبنى على السكون أو على حذف حرف العلة أو يبنى على حذف النون أو يبنى على الفتح كما قلنا في جزم الفعل المضارع وقلنا أن علامات الجزم علامات جزم الفعل المضارع علامتان السكون والحزف علامات الجزم إثنان السكون والحزف والحزف حزفان حزف النون في الأفعال الخمسة وحزف حرف العلة في الفعل المعتل الآخر هذه علامات الجزم كما قلنا علامات الجزم ثلاثة سكون وحزف النون من الأفعال الخمسة وحزف حرف العلة من الأفعال المعتلة الآخر الذي في آخرها حرف من حروف العلة طيب كذلك فعل الأمر يبنى على أربعة أشياء السكون حذف حرف العلة حذف النون أو يبنى على الفتح طيب متى يبنى الفعل الأمر على السكون أولاً إذا كان صحيح الآخر فقط لا إذا كان صحيح الآخر ولم يتصل بآخره شيء يبنى على السكون فإذا كان فعل الأمر صحيح الآخر ولم يتصل بآخره شيء يبنى على السكون نحو قولي واذكر ربك أذكر فعل فعل أمر وهو صحيح الآخر آخره حرف صحيح ليس حرفاً من حروف العلة واذكر إذن هو مبني على السكون ودائماً الفعل لا محل له من الإعراب واذكر أذكر فعل أمر مبني على السكون لا محل له من الإعراب فعل صحيح الآخر لم يتصل بآخره شيء واذكر ربك وربك مفعول به طيب قوله واذكرنا قال أو اتصلت به نون الإناث أو اتصلت أو اتصلت به نون الإناث طيب اتصلت به نون الإناث نحو قوله تعالى واذكرنا ما يتلى في بيوتكنا واذكرنا ما يتلى في بيوتكنا الفعل أصله واذكر واتصلت به نون النسوة واذكرنا يعني أنتنا ما يتلى إذن الفعل يبنى على السكون في حالتين إذا كان صحيح الآخر ولم يتصل بآخره شيء أو اتصلت به نون الإناث نقول نون الإناث أو نون النسوة هكذا أو هكذا إذا كان صحيح الآخر مثل واذكر ربك ولم يتصل بآخره شيء أو إذا كان صحيح الآخر واتصلت به نون النسوة كذلك يبنى على السكون هذا أول شيء وإذا أردنا ممكن نكتب كذلك بعض الأمثلة ممكن نكتب بعض الأمثلة بسم الله نكتب بعض الأمثلة ونقوم بأرابها كما تعودنا إن شاء الله تعالى معكم سُّلسللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللالللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل نعم طيب نأخذ مثالا نقول مثلا يا علي أكتب واجبك يا علي أكتب واجبك طيب الآن نتكلم على فعل الأمر يا علي أكتب كيف نعرب كلمة أكتب أو الفعل أكتب نقول أكتب فعل أمر أول شيء قلنا أننا ننظر إذا كانت الكلمة اسم أو فعل هذا فعل ثم ننظر في الزمن إذا كان هذا فعل ماض أم مضارع أو أمر نقول أكتب هذا فعل أمر أكتب فعل أمر فعل أمر الفعل الأمر يكون مبني أم معرض أم فعل أمر فعل الأمر دائما مبني دائما ففعل أمر مبني مبني على فإذا فعل أمر مبني على فعل أمر مبني على على ماذا ننظر في الفعل إذا كان صحيح الآخر ولم يتصل بآخره شيء إذن نقول أنه مبني على السكون فقول لا محل له من الإعراض لا محل له من الإعراض هذا شيء مبني على السكون لا محل له من الإعراض جيد هذا في كلمة أكتب كذلك إذا قلنا وقرنا في بيوتكنا وقرنا في بيوتكنا الفعل قرنا هذا فعل أمر صحيح قرنا هذا أمر قرنا يعني إجلسنا في بيوتكنا هذا فعل أمر كيف نقول قرنا طيب الفعل أمر هذا صحيح الآخر أم معتل الآخر هذا صحيح الآخر من الفعل وقر قرنا وقر فعل صحيح الآخر آخره حرف صحيح ليس حرفا من حروف إلا واتصلت به نون النسوة قرنا يعني أنتن جيد فقرنا كذلك فعل أمر مبني على ماذا على السكون لماذا على السكون لاتصاله بنون النسوة فعل صحيح الآخر واتصل بنون النسوة كذلك يبنى على السكون نقول لاتصاله بنون النسوة لا محل له من الإعراب لاتصاله بنون النسوة لا محل له من الإعراب قرنا جيد كذلك ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى تبرجنا ولا تبرجنا طيب هنا بس تبرجنا ليس فعل أمر ليست مشكلة إن شاء الله هذا أول شيء إذن اكتب فعل أمر مبني على السكون لما حل له من الإعراب قرنا كذلك فعل أمر مبني على السكون كذلك لاتصاله بنون النسوة وهو فعل صحيح الأخ طيب نرجع إلى الكتاب الثاني يبنى على حذف حرف العلة إذا كان معتل الآخر يبنى على حذف حرف العلة إذا كان معتل الآخر طيب حذف حرف العلة نحن قلنا يعني عندنا قاعدة في فعل الأمر حتى نعرف ما معنى الأمر مجزوم أبدا فنقول قاعدة نكتبها إن شاء الله تعالى معا فعل الأمر له قاعدة في البناء فعلوا نرجع إلى الورقة إن شاء الله تعالى الورقة و نكتب طيب فعل الأمر نحن نكتب في البداية فعل الأمر يبنى نحن فعل الأمر يبنى على ما يجزم به يجزم به مضارعه مضارعه يعني يعني إذا علمنا المضارع يجزم بماذا خلاص يبنى على ما يجزم به مضارعه فعل الأمر يبنى على ما يجزم به مضارعه يعني فعل المضارع يجزم بماذا يبنى على ما يجزم به مضارعه كلنا حالات بناء جزم الفعل المضارع أنه يكون مجزوم بحزف النون أو مجزوم بالسكون إذا كان صحيح الآخر و يجزم بحزف حزف النون إذا كان من الأفعال الخمسة وإذا كان معتل الآخر يجزم بحز حرف العلة فلا بأس طيب والفعل المضارع إذا اتصلت به نون أن التوكيد يكون مبني على الفتح يكون مبني على الفتح فقلنا إذن يبنى على ما يجزم به مضارعه طيب هذه قاعدة نحفظها جيدا إن شاء الله تعالى فإذا كان الفعل قلنا الفعل المضارع صحيح الآخر ولم يتصل بآخره شيء يبنى على السكون كذلك كذلك إذا كان الفعل المضارع الآخر يجزم بحز حرف العلة وإذا كان متصلا بنون التوكيد قلنا أن فعل الأمر يكون مبني ويبنى على الفتح إذا اتصل به نون التوكيد ويبنى على السكون إذا اتصلت به نون النسوة فإذا جمعنا هذه الحالات سوف نجدها موجودة في فعل الأمر بارك الله فيكم الأمر الثاني إذن أول شيء في الفعل الأمر أنه يبنى على السكون إذا لم يتصل به شيء ويبنى على السكون كذلك إذا كان صحيح الآخر واتصل به نون النسوة طيب الأمر الثاني يبنى على حذف حرف العلة إذا كان معتل الآخر إذا كان معتل الآخر نحو قوله تعالى أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموائضة الحسنة وقوله تعالى اتق الله يا أيها النبي اتق الله ونحو قوله تعالى وانهى عن المنكر وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر طيب نأخذ من هذه الأمثلة ونكتب الإعراض إن شاء الله تعالى طيب نقول قال فعل يا أيها النبي اتق الله يا أيها النبي اتق الله يا أيها النبي اتق الله طيب الفعل اتق الله الفعل اتقي الفعل اتقي فعل أمر كذلك مبني هذا أول شيء نكتبه فعل أمر مبني في الإعراض فعل أمر مبني اتقي فعل من الفعل ماذا من الفعل اتق يتقي اتقي اتقاء اتق اتق يتقي اتقي اتقاء فعل أمر مبني 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 على سننظر ننظر فعل مبني فعل أمر مبني مبني على على ماذا ننظر إذا كان صحيح الآخر أو معتل الآخر طيب صحيح الآخر أو معتل الآخر اتقي من الفعل اتقى آخر هو ألف إذن هذا معتل الآخر اتقى يتقي اتقى يتقي إذن هذا فعل أمر معتل الآخر بالياء يتقي ننظر إلى المضارع يتقي يبا فعله أمر مبني على قلنا أنه فعل معتل الآخر إذن يبنى على حذف حرف العلة طيب إذن هو مبني على حذف حرف العلة لأن مضارعه يتقي إذا قلت لأحد أن هذا الرجل لم يتقي لها في كذا وكذا إذن يتقي فعل مضارع مجدوم بلم وعلامة جزمية حذف حرف العلة الأمر منه كذلك يكون مبني على حذف حرف العلة كذلك كما قلنا أنه يبنى على ما يجزم به مضارعه على حذف حرف العلت أتقي فعل مضارعه طيب فعل عندما أتينا للفعل أصله الفعل اتقى يتقي يتقي الفعل في آخره ياء عندما أتينا بالأمر منه حذفنا الياء وعند حذف الياء نترك شيئا يدل عليها على الياء ألا وهو الكسرة فالكسرة هنا دلالة على أن المحذوف من الفعل ياء التقي التقي طبعا نحن بنحذف حرف العلة ونضع سكون وإذا كان الفعل معتل الآخر في الأمر يحذف حرف العلة ونضع على الحرف الذي قبله شيء يدل عليه مثل مثلا عندك دعا يدعو يدعو آخره واو معتل الآخر بالواو الأمر منه ادعو بضمة على العين طيب ممكن نأخذ كذلك هذا المثال ادعو إلى ربك بالحكمة والموعظة الحسنة نقول ادعو إلى ربك بالحكمة والموعظة الحسنة والموعظة الحسنة ادعو 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 هذا فعل أمر معروف ادعو من الفعل من الفعل ماذا دعا يدعو دعا يدعو المضارع منه يدعو معتل الآخر بالواو فعندنا نأتي في الأمر نحذف الواو ونقول ادعو إلى ربك طيب في الإعراب كيف نقول ادعو وادعو همزة وصل ها ادعو همزة وصل ادعو كذلك فعل أمر مبني على حزف حرف العلة نقول لأنه معتل الآخر بالياء كانه معتل الآخر لا بأس فقط يكفي لأنه معتل الآخر طيب وكذلك هنا ادعو فعل أمر مبني على حزف حرف العلة لأنه معتل الآخر هذا واضح طيب كذلك يبنى على حزف النون إذا كان مضارعه من الأفعال الخمسة إذا كان مضارعه من الأفعال الخمسة وقلنا أن الأفعال الخمسة هي كل فعل مضارع اتصل به ألف الاثنين أواو الجماعة أو ياء المخاطبة ألف الاثنين أواو الجماعة أو ياء المخاطبة فيبنى كذلك على حذف النون لأنه مضارعه كان من الأفعال الخمسة ونحن قلنا أنه يبنى على ما يحزف به أو يبنى على ما يجزم به فإذا كان مضارعه مجزوم بحذف النون إذن الأمر منه يبنى على حذف النون فإذا كان المضارع من الأفعال الخمسة الذي إذا اتصل بألف الاثنين أو أواو الجماعة أو ياء المخاطبة يبنى مجزوم بحذف النون يبنى على حذف النون قال إذا اتصلت به ألف الاثنين أو أواو الجماعة أو ياء المخاطبة نحو قوله تعالى وكل منها وقوله تعالى كلوا واشربوا فكلي واشربوا ممكن نعرف هذه الأفعال نرجع إلى معذرة المشاركة تأخذ بعض الوقت بسم الله طيب قال تعالى فكل منها رغدا حيث شئتم وكل منها حيث شئتم رغدا فكل منها طيب الآن كل هذا فعل أمر صح طيب المضارع منه يأكلاني انتبه يأكلاني طيب يأكلاني يأكلاني عندما نقول لم دخل عليها حرف جاز في المضارع هنقول لم يأكل لم يأكل طيب فعل المضارع هذا مجزوم وعلامته جزميه ماذا حزف حرف العلة يبقى علامته جزميه حزف حزف حرف العلة حزف العلة حزف النون بارك الله فيكم حزف النون مع درط لأنه من الأفعال الخمسة يأكلاني لم يأكل الذي حذف هو النون علامته جزميه حزف النون حزف النون طيب طيب تعالوا نعرف الفعل كلا الآن كلا يعني نقول فعل أمر مبني على حزف النون لماذا لأن مضارعه كان من الأفعال الخمسة النون على حزف النون طيب قال كذلك قلوا قال قلوا واشربوا ولا تسرفوا الله سبحانه وتعالى قال قلوا واشربوا ولا تسرفوا كذلك إذا كان عندك نية وأنت تأكل أنك تأكل لأن الله أمرك بذلك فأخذوا على ذلك أجرا قلوا واشربوا هذا أمر من الله عز وجل ولا تسرفوا إن الله لا يحب المسرفين كلوا واشربوا طيب كذلك إعراب كلوا كلوا فعل أمر كلوا فعل أمرك مبني على ماذا كذلك مبني على حزف النون لماذا المضارع منه كذلك يأكلوا أو يأكلون الفعل مضارع يأكلون المضارع منه يأكلون طيب يأكلون يأكلون ويشربوا يأكلون مضارعه من الأفعال الخمسة وإذا جاء مجزوما نقول لم يأكلوا لم يأكلوا حزفت النون لم يأكلوا حزفت النون لماذا حزفت النون لأن علامة الجزم للأفعال الخمسة حزف حرف النون فإذا إذا جاء الأمر منه كذلك يكون مبنيا على حزف النون جيد يا أيها النبي اتق الله يتقي نقول في المجزوم لم يتقي يتقي كذلك علامة علامة جزمه حزف حرف العلة علامة جزمه حزف حرف العلة وكذلك قرن هذا قرن ليست مشكلة فيه لأنه صحيح الآخر طيب كذلك قال الله تعالى كلي وشربي وقري عينا جيد قال كلي وشربي وقري عينا كلي واشربي وقري عينا بصورة مريا كلي واشربي وقري عينا طيب تعالوا نعرف كلمة كلي الفعل قلي فعل أمر قلي فعل أمر فعل أمر مبنيا مبنيا ماذا كذلك كلي أصله تأكلين صح تأكلين هذا المضارع منه تأكلين ونقول لم تأكلي لم تأكلي لم تأكلي كذلك علامة الحزف علامة جسمه حزف النون علامة الجسم حزف النون كذلك هنا نقول فعل أمر مبني على حزف النون كذلك فعل أمر مبني على حزف النون أرجو أن يكون هذا واضحا سهل إن شاء الله تعالى وإذا الفعل الأمر له حالات في البناء له حالات في البناء إما يبنى على السكون إذا كان صحيح الآخري ولم يتصل بآخره شيء أو اتصل به نون الإناث نحو قوله تعالى واذكر ربك صحيح الآخر لم يتصل بآخره شيء وكذلك الفعل الأمر إذا اتصل بنون النسوة يبنى على السكون فعل صحيح الآخر متصل بنون النسوة متصل بنون النسوة إذا اتصل بنون النسوة كذلك يبنى على السكون طيب يبنى على حذف حرف العلة إذا كان معتل الآخر ادعو إلى ربك اتق الله وانهى عن المنكر وانهى من نهى ينهى معتل الآخر بالألف نهى ينهى وانهى عن المنكر وتنظر هنا إذا تعرف أن هذا ألف تعرف أن هذه فتحة تعرف أن المحذوف كان ألف وانهى المضارع منه ينهى ينهى طيب اتقي الفعل المضارع منه يتقي كيف تعرف أنه يتكسر دلالات على أن المحذوف ياء فنقول الفعل المضارع منه يتقي وانهى فتحة على اله هذا دليل على أنه في المضارع كان أصله ألف نهى ينهى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى وانهى ينهى كذلك أدعو هنا ضمة يبقى المحذوف كان واو فنقول يدعو المضارع يدعو ينهى يتقي هذا واضح طيب كذلك يبنى على حذف النون يأكلاني يأكلون تأكلين نقول وكل منها حيث شئتم رغدا رغدا في البقرة ونقول ونقول كلوا واشرابوا ولا تسرفوا كذلك في البكرة وقوله تعالى فكلي واشرابي وقرعين هذا في مريم معروف طيب فقط يبقى شيء في فعل الأمر علمنا الله وإياكم علما نافعا قال يبنى على الفتح يبنى على الفتح طيب متى يبنى الفعل المضارع على الفتح طبعا الفعل المضارع إذا كان متصل بنون التوكيد قلنا لا يعرب يكون مبني إذا اتصل بنون التوكيد أو نون النسوة كما قلنا هنا نون النسوة يبنى على السكون يبنى على السكون فإذا الأمر منه يبنى على السكون إذا اتصل بنون النسوة وإذا اتصل بنون التوكيد يكون مبني على الفتح كما أن فعل المضارع الفعل المضارع يبنى على الفتح إذا اتصلت به نون التوكيد نحن نحو قولك اشكرنا الله اشكرنا نون التوكيد الثقيلة نقول اشكرنا الله ونقول يشكرنا كل واحد منكم الله يشكرنا طيب نعرف هذا المثال بارك الله فيكم اشكرنا اشكرنا ندخل على الورقة بسم الله يقول اشكرنا الله اشكرنا الله طيب كيف نعرف اشكرنا اشكرنا الفعل منه يشكرنا الفعل المضارع يشكرنا صح يشكرنا الفعل المضارع هنا مبني على الفتح لماذا اتصاله بنون التوكيد هذا مبني هذا مبني على الفتح باتصاله باتصاله بنون التوكيد كذلك مبني مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد طيب الفعل الامر بقى نعرف اشكرنا اشكرنا فعل امر مبني على الفتح مبني على الفتح لماذا الفتح لاتصاله بنون التوكيد السخيلة اشكرنا الله على الفتح كذلك لاتصاله بنون التوكيد جيد هذا في فعل الامر طيب بعد ذلك سوف ندخل على الفعل المضارع ان شاء الله تعالى بعدما انتهينا من حالات بناء الفعل الامر بحالات بناء الفعل الامر اربعة يبنى على السكون اذا كان صحيح الاخر لم يتصل باخير شيء او اتصل بينه النسوة كذلك يبنى على حذف حرف العلة اذا كان معتل الاخر بالالف او الواو او اليا يبنى على حذف حرف العلم كذلك يبنى على حذف النون اذا كان مضارعه من الافعال الخمسة اي اتصلت به الف الاثنين او والجماعة وياء المقاطبة ويبنى على الفتح فقط اذا اتصلت به نون التوكيد نحو اشكرنا الله اكتبنا الواجبة اخرجنا من الفصل وهكذا يبنى على الفتح هذه حالات بناء الفعل الامر طيب سوف نتكلم على الفعل المضارع الفعل المضارع قال المصنف والمضارع ما كان في اوله احدى زوائد احدى الزوائد الاربع يجمعها قولك انيت وهو مرفوع ابدا حتى يدخل عليه ناصب او جازم طيب حتى يدخل عليه ناصب او جازم الفعل المضارع ما كان باحدى هذه الزوائد الاربع الزوائد يعني زائدة ليست من اصل الفعل ليست من اصل الفعل ولكن تزيد عليه في المضارع تزيد عليه في المضارع يجمعها قبك انيت تقول انيت او نأيت او نأتي اي شيء كما تريد ولكن المهم الهمزة والنون والياء والتاء احدى زوائد انيت فدره فاول شيء الفعل المضارع يجب ان يأتي في اوله احدى هذه الحروف الاربع طيب مثل مثلا نقول اكتب نكتب يكتب تكتب هذا اول شيء اخرج نخرج يخرج تخرج ادخل ندخل يدخل تدخل هكذا كل هذا فعل مضارع جيد هذا اول شيء طيب بعد ذلك الفعل مضارع قلنا اما ان يكون معربا او يكون مبنيا الفعل المضارع اما ان يكون معربا او يكون مبني الفعل المضارع اصله الاعراب الفعل المضارع اصله الاعراب طيب وقلنا يبنى الفعل مضارع في حالتين اثنتين فقط اذا اتصلت به نون النسوة او نون التوكيد يكون مبنيا يكون مبنيا طيب الفعل المضارع يكون معرب يكون اما مرفوع او منصوب او مجزون الفعل المضارع يكون معربا اما مرفوع او منصوب او مجزون طيب الفعل المضارع في بنائه على الحالتين اما يبنى على السكون او يبنى على الفتح يبنى على السكون اذا اتصلت به نون الاناث نون النسوة يبنى على السكون ويبنى على الفتح اذا اتصلت به نون التوكيد وهذا سهل حالتان فقط لبناء الفعل مضارع غير هاتين الحالتين الفعل المضارع معرض يعني مرفوع أو منصوب أو مجزوم قال تعالى والوالدات يرضعنا وقال تعالى لنخرجنك يا شعيب من أرضنا أو لتعودن في ملتي لنخرجنك يا شعيب جيد الأعراف طيب يبقى إذن الفعل المضارع يبنى على السكون أو الفتح السكون إذا اتصلت به نون النسوة أو نون الإناث ويبنى على الفتح إذا اتصلت به نون التوكين طيب تعالوا نأخذ المثالين ونعربهما نفعل مشاركة للشاشة طيب قال تعالى والوالدات يرضعنا أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة الفعل المضارع الفعل المضارع نقول والوالدات يرضعنا والوالدات يرضعنا أولادهن حولين كاملين أولادهن والوالدات والوالدات يرضعنا أولادهن طيب طيب الوالدات يرضعنا الفعل يرضع أرضع يرضع الفعل فعل مضارع يرضع نا يرضع نا والنون نون النسوة كيف عرفنا أنها نون النسوة لأن ما قبلها ساكن لأن الفعل مضارع يبنى على السكون إذا اتصلت به نون النسوة ودائما نون النسوة هكذا مرتبطة بالسكون كما تلاحظون هذا أن نون النسوة ترتبط بالسكون صح وقرن في بيوتكم السكون لأن الرجال تتحرك كثيرا الرجل يخرج ويعمل ويجري والمرأة تتسم بالسكون وخلة الحركة يرضع نا فالنون النسوة مرتبطة بالسكون فإذا اتصل فعل المضارع بنون النسوة يبنى على السكون يرضع نا الوالدات يرضع كيف نعرف الفعل يرضع نا الفعل يرضع أولا فعل أم اسم أم حرف هذا فعل جيد هذا فعل مضارع أم ماضي أم أمر يرضع يبدأ بالياء غالبا هذا مضارع فعل مضارع جميل فعل مضارع طيب مضارع هذا معرب أم مبني ننظر اتصل بنون النسوة أو نون التوكيد يكون مبني غير ذلك هو معرب إذا اتصل بنون النسوة يرضع نا نا نون النسوة إذن هو مبني نقول فعل مضارع فعل مضارع مبني مبني على ماذا إذا نون النسوة سكون نون التوكيد فتح إذا يبنى على السكون مبني على السكون جيد مبني على السكون نقول في محل والآن يرضع والوالدات ويرضعنا هل هذا يسبقه ناصب أو جازم لا فنقول في محل رفع لأنه مبني في محل رفع مبني على السكون مبني على السكون السكون في محل رفع مرفوع أو في محل رفع لأنه لم يسبقه ناصب ولا جازم طيب وكذلك قال تعالى لنخرجنك يا شعيب من أرضنا لا نخرجنك جنك يا شعيب من أرضنا في الإعراب اللام نقول اللام اللام للتوكيد عرف مبني على الفتح وكل الحروف لا محل لها من الإعراب لا محل له من الإعراب كل الحروف هكذا مبنية لا محل لها من الإعراب للتوكيد وهي حرف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب طيب نخرجنك نقول نخرج فعل المضارع وكيف عرفنا أنه فعل مضارع لأنه يبدأ بالنون فعل مضارع 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 ما شاء الله فعل مضارع طيب هذا فعل مضارع مبني أم معرب لنخرجن نا نون التوكيد فعل مضارع مبني لاتصاله بالنون التوكيد مبني لماذا مبني لأنه اتصل بنون التوكيد وقلنا أن الفعل المضارع يبنى إذا اتصل به نون التوكيد أو نون النسوة نون التوكيد أو نون النسوة نون التوكيد أو نون النسوة فعل مضارع مبني طيب مبني على ماذا إذا اتصل بمبني على السكون نون التوكيد مبني على الفاتح مبني على الفاتح مبني على الفاتح مبني على الفاتح طيب ونخرج النك في محل رفع في محل رفع طيب نون التوكيد كذلك نون التوكيد سنقول حرف توكيد مبني على الفاتح لا محل لا محل من العرب حرف رفع رفع مبني على الفاتح لا محل له من الإعراض طيب الكاف سنخرج النك الكاف إذا اتصلت بالفعل مبارك الله فيكم دائما تكون مفعول به لضمير مبني مبني محل نصب مفعول به طبعا هذا مبني على الفاتح نخرج النك ك على الفاتح ضمير متصل ضمير متصل مبني على الفتح في محل نصب مفعول به طيب هذا في إعراب لنخرج نك يا شعيب وكذلك والوالدات يربع بهتان الحالتان اللتان يبنى فيهما الفعل المضارع الفعل المضارع طيب بعد ذلك ننظر في الكتاب إن شاء الله تعالى بهذا في بناء الفعل المضارع المضارع المعرب على قسمين معرب بالحركات ومعرب بالحروف المعرب بالحركات إذا لم يتصل بآخره شيء ألف الاثنين أو هو الجماعة أو يا المخاطبة يعني إذا يعني باختصار المعرب بالحركات إذا لم يكن من الأفعال الخمسة والمعرب بالحروف إذا كان من الأفعال الخمسة إذا عرفنا الأفعال الخمسة نستطيع التفرقة بين الفعل المضارع المعرب بالحركات والمعرب بالحروف بل فعل المضارع يعرب بالحروف إذا كان من الأفعال الخمسة ومتى يكون من الأفعال الخمسة إذا اتصل به ألف الاثنين أو هو الجماعة أو يا المخاطبة يذهباني وتذهبات ويذهبون وتذهبون وتذهبين وكذلك إذا لم يتصل به ألف الاثنين أو هو الجماعة أو يا المخاطبة يكون معرب به الحروف طيب هذه أحوال الأفعال بعد اتصالها بالضمائر والحروف الضمائر تاء الفاعل ناء الفاعلين ألف الاثنين نون النسوة وهو الجماعة يا المقاطبة نون التوكيد تاء التأنيث الفعل الماضي مع تاء الفاعل يبنى على السكون مع ناء الفاعلين يبنى على السكون كذلك ومع نون النسوة يبنى على السكون كتبنا هذه الثلاثة حلات طيب ألف الاثنين هذا يبنى على الفتح كتب وهو الجماعة الضمة وكتبت ما بقي من ذلك يبنى على الفتح طبعا والفعل الماضي لا يتصل بها المقاطبة ولا نون التوكيد كذلك فعل المضارع لا يتصل بتاء الفاعل ولا ناء الفاعلين ولا تاء التأنيث فنقول الفعل المضارع مع ألف الاثنين يكتباني يكتبنا يكتبون تكتبين يكتبن الفعل المضارع هنا مرفوع بثبوت النون وهنا مع نون النسوة مبني على السكون باتصاله بنون النسوة يكتبون هذا مرفوع بثبوت النون لأنه من الأفعال الخمسة وتكتبين كذلك مرفوع بثبوت النون لأنه من الأفعال الخمسة يكتبن هذا الفعل مضارع مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد في محل رفع الأمر أكتبا واكتبنا واكتبوا واكتبي واكتبن فعل الأمر كما قلنا له أربع حالات إما أن يبنى على السكون إذا اتصل به نون النسوة واكتبوا اكتبوا يبنى على حزف حرف العلة إذا اتصل به اكتبوا واكتبوا واكتبي إذا كان مضارعهم من الأفعال الخمسة يبنى على حزف النون جيد إن هذا صحيح الآخر اكتب حزف النون مبني على حزف النون واكتبوا مبني على حزف النون واكتبي مبني على حزف النون واكتبن مبني على السكون واكتبن اكتبن مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد طبعا هنا يبقى فعل الأمر إذا كان من الأفعال المعتلة الآخرة يعني يبنى على حزف حرف العلة الفرق بين تاء الفاعل وتاء التأنيس هنا جدول جميل جدا يفرق الشيخ بين تاء الفاعل وتاء التأنيس ونون الإناس ونون التوكيد تاء الفاعل ضمير تاء تأنيس حرف تاء الفاعل ضمير والضمائر كلها لها محل من الإعراب يبقى الضمائر إما فاعل أو مفعول أو مجرورة بحرف الجر أو مضاف إليه لكن تاء التأنيس حرف لا محل له من الإعراب تاء الفاعل دائما تكون متحركة تاء التأنيس دائما تكون ساكنة تاء الفاعل ما قبلها ساكن تاء التأنيس ما قبلها مفتوح مثل أنا كتبت وتاء الفاعل كنا كتبت 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 ما كتبتم كتبتنا كل هذه تاء الفاعل وهنا كتبت خرجت أكلت نامت جاءت إلى آخره يكون الفعل الماضي فيها مبني على الفتح لاتصاله بتاء التأنيس الساكنة الفرق بين نون الإناث ونون التوكيد نون الإناث ضمير في محل رفع نون التوكيد كذلك حرف لا محل له من الإعراب نون الإناث دائما تعرب فاعل لأنها من ضمائر الرفع من ضمائر الرفع المتحركة نون النسوة أو نون الإناث نون التوكيد هذا حرف لا محل له من الإعراب نون الإناث كذلك متحركة بالفتح دائما مفتوحة هنا متحركة بالفتحة ممكن فقط أو بالشدة نون الإناث دائما قبلها ساكن لأن الذي يتصل بها يبنى على السكون سواء الفعل الماضي أو فعل مضارع أو فعل الأمر وهنا كذلك نون التوكيد قبلها مفتوح دائما لأن من يتصل بنون التوكيد يبنى على الفتح مثل الطالبات يكتبنا الطالبات لا تكتبنا يا أيها الطالبات لا تكتبنا الدرسة لا تكتبنا الآن فعل مضارع مبني على الفتحة لاتصاله بنون التوكيد طيب إن شاء الله تعالى يعني يكفي هذا اليوم وننظر إذا كان أحد عندهم سؤال إذا كان عندنا وقت إن شاء الله تعالى نكتفي إن شاء الله تعالى طيب نكتفي إن شاء الله تعالى وننظر في هذا المخطط في الدرس القادم جزاكم الله خيرا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته